أهلا وسهلا بكم أحباء المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم إيماننا الحي حلقة اليوم عن الروح القدس الأقنوم الثالث في السلوث الأقدس من هو الروح القدس؟ هل هو مجرد قوة أو هو شخص حقيقي؟ ما هو وظيفته؟ ما هو الوظيفة التي يفعلها الروح القدس مع الخطاط ومع المؤمنين؟ هذا ما سوف نتناقش فيه اليوم فابقوا معنا أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مرة أخرى يسعدنا أن نستضيف جناب القس عبد الملاك دويس عضو الهيئة الإسلامية المسيحية بالأردن أهلا وسهلا بك حضرت الأسيس أهلا بك منوارنا شكرا موضوع النهاردة هنتكلم عن الروح القدس الأكنومة الثالث في السلوث الأقدس وهذا الموضوع من المواضيع أيضا الشيقة زي مواضيع كل اللي مذكورة في الكتاب المقدس عندما نتحدث عن الروح القدس بنتذكر أحيانا أنه فيه بلبلة في النقطة دي البعض أعتقد أن الروح القدس ليس هو شخص مستقل الذاتية ولكنه مجرد قوة الله أو هو زي ما الكتاب يقول روح المسيح فمن هو الروح القدس هل هو شيء معنوي أم هو شخص حرفي ماذا يقول الكتاب الكتاب المقدس بيقول وبيوضح بوضوح يعني أن الروح القدس شخص شخص وليس قوة وليس قوة ذاتية شخص له عمل باللهوت وبالخلاص وهو شخص واضح لكل الوضوح لكل إنسان ويجب أن نعرف أن الكتاب المقدس كلمة الله وكلمة موثوقة وكما قال إنه شخص فلابد أن نقبل أنه شخص طب إيه اللي عرفنا من الكتاب المقدس إيه هي الإثباتات إن الروح القدس ليس شيء معنوي ولكنه شخص حقيقي فيه إثباتات كده في الكتاب المقدس فيه عندنا من البداية من أول قصة الخلق من أول خليقة لما ربنا خلق الكون بيقول وكان روح الله يرف على وجه المياه فروح الله يشترك في الخليقة ولو كان قوة ما كان راح يشترك لكن هو شخص ذاتية يستطيع أن يأمر ويطاع وهكذا الروح القدس كان في بداية الخليقة أيضا فيه عندنا شيء تاني بالكتاب المقدس فيه عندنا قصة قصة حنانية وسفيرة قصة حنانية وسفيرة دول اتنين الرجل ومراته باعوا الأرض وحبوا يتبرعوا فيها للكنيسة دي اللي مسكورة في أعمال الرسل مسكورة في أعمال الرسل أحبوا يتبرعوا فيها وبعدين راجعوا نفسهم قالوا ليش نتبرع بكل الأرض خلينا نتبرع بنصة أو بجزء منها غيروا رأيهم فأجل بطرس وقالهم هل أبي هذا المقدار بيعطهم الأرض فقالوا نعم فقال لماذا تكذباه على الروح القدس فلو كان الروح القدس قوة أنتم لم تكذبه على إنسان على إنسان بل على روح الله على الله أنتم تكذبه على إنسان بل على الله لماذا تكذبه على الروح القدس فهنا الروح القدس هو الله وهو شخص يعني ليس شخص بالمعنى الحرفي اللي حصل لحنانيا وسفيرة لما اختلس من تمن الحقل مع أنه هل هم فعلا كانوا حرامية ولا خطيتهم كانت الكذب هي خطيتهم كانت لتنين مزدوجة أنه رادوا أناستوا بالله بدم قالوا أن هذه الأرض لله فلابد أن تكون لله أخذوا واناعة سرقوا وكذبوا بنفس الوجه خطيتين مع بعض فكانت النتيجة أنهم ماتوا مات الزوج وبعدها ماتت الزوج لماتت اكتباء على روح الله القدوس يعني ده دليل آخر أن بطرس الرسول بيقول أن الروح القدس هو نفسه الله تمام الروح القدس هو الله وهو روح الله في نفس الوقت وفي الكتاب المقدس بيقول تسمعوا ما يقوله الروح للكنائس ده في سفر الرؤية ما يقوله الروح للكنائس وده يعلمنا إيه حدث الأسيس عن كينونة الروح القدس ببين أن الكانونة روح القدس أنه ذاتية شخص القوة لا تتكلم القوة لا توضح شيء ما فكيف اسمعوا ما يقوله الروح للكنائس يعني الروح القدس كشخص يتكلم ويعطي الأوامر ويعطي الرسائل يبقى إذن دي مش مجرد قوة وليس مجرد قوة بل هي الله الذي القنوم الثالث من اللاهود عظيم السيد المسيح لما كان يتكلم على الروح القدس فيه آية قالها نحب أن نفهمها اللي هو كان يقول للتلاميذ خير لطلق لأنه إلا أنطلق لا يأتي المعزي طيب عايزين نفهم الآية دي المسيح بمنطقة البساطة بيقول للتلاميذ أحسن لكم أفضل لكم أن أنا أسيبك وامشي ليه؟ لأن لو أنا ممشتش لو أنا آه مش هيجي لروح القدس طيب دي بنتعلم منها إيه عن كينونة الروح القدس؟ نحن بنتعلم هون أنه طبعا المسيح جال هيك لأن المسيح جعل ثلاث سنين ونصف فترة بسيطة معاهم لكن خير لكم أنا أنطلق لأن المعزي الروح القدس لما هيجي هيقعد معاكم للأبد على طور هيقعد معاكم معنى كده حضرت الأسيس أن دول شخصين مش شخص واحد نعم أن الروح القدس لأن السيد المسيح لما بيقول بيقول خير لكم أنا أنطلق لأن لو لم أنطلق لا يأتيكم المعزي يبقى إذن هنا دول شخصين مش شخص واحد نعم طيب في أي تعليق على الآية دي؟ طبعا لأنه هون كلمة خير ممكن نعلق عليها يعني كيف المسيح يقول خير لكم أنا أنطلق لما أنطلق يأتي المعزي هل معنى كده أن الروح القدس أهم من السيد المسيح؟ هل السيد المسيح بيقصد كده؟ لا بالطبع لا لأنه متساوين متساوين لأب والابن وراء القدس متساوين لكن هو خير لكم من حيث الوقت أنا جدت معاكم وقت بسيط يعني تلات سنين تلات سنين ونص لكن إذا أنا انطلقت أبعدت لكم المعزي يقعد معاكم على طول فخير لكم أنا أنطلق أن المعزي يجي ويظل يقعد معاكم على طول ويشددك ويقويك ويرشدك يبقى خير لكم من ناحية العمل من ناحية العمل عمل الروح القدس هيستمر الوقت أطول تماما بينما عمل السيد المسيح كان كان محدود لمدة زمنية محدودة مع التلاميذ عظيم با احنا كده عارفين أن الروح القدس ليس مجرد قوة هو شخص بيتكلم بيؤمر فيه آية تانية أحب أن أنا أسأل حضرتك فيها لما سكر في أعماله الرسل عن التلاميذ بيقول في أكتر ممرة فمنعهما الروح آيوه آنية ذهبه آه كلمة يعني إيه منعهما الروح يعني احنا بنعرف أنه الروح كان يقول له مروحه بشروا آه المراتي قال له ما تروحوش تبشروا فهنا يعني أن الروح شخص بيرشد بيوجه عرفت كيف فهنا بيبين على أن الروح الله ليس قوة بل هو شخص يرشد ويقوي ويعضد فهنا الروح القدس هو كإنسان لكن بالطبع هو الله هو الأقلوم الثالث من اللهوت ولكنه هنا كذاتية كشخصية يتبع أنه يرشد ويقوي ويعضد ويوجه بنفس الوقت فما تقدرش القوة أنها ترشد آه طبعا القوة لا تستطيع أن ترشد القوة ده شيء معنوي طبعا طبيعا ليس لها عقل ليس لها إحساس ليس لها فكر لكن اللي يمنع ويسمح لازم يكون عنده عقل وإرادة لازم يكون شخص جميل التوضيح ده لو جينا للعلاقة الكائنة بين الثالوث الأقدس وخصوصا بين الإبن وبين الروح الكدس ما هي العلاقة الكائنة بين السيد المسيح وبين الروح الكدس هي العلاقة أنه الروح الكدس متمم لعمل المسيح أو أخذ جزء من عمل المسيح وتممه لما المسيح قال خير لكم أنا أنطلق لما أنطلق لا يأتي المعزي فالمسيح انطلق وراء السماء وإنت المعزي وبعده بيكمل في عمل المسيح الخلاصي بيرشد ويقوي ويعضد ويوجه فالروح الكدس علاقته بالمسيح هو يعني علاقة العمل المتمم له بما أنها علاقة لهوتية آقاب ابن روح كدس مساويين لبعض لكن من ناحية العمل هي علاقة تتميم عمل لعمل آخر جميل يبقى هنا زي ما احنا تعلمنا قبل كده أن ده عمل كل أكنوم من الأقانيم الثلاث بيعمل جزء لخلاص الإنسان ده شيء رائع جدا جدا الروح الكدس لما بنتكلم عن الروح الكدس الآن عايزين نعرف الآية اللي ذكرها بولس الرسول في سفر الرمية الآية اللي بتقول لأن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها نفس الكاتب بولس الرسول بيكلم في تيميساوس وبيقول لأنه يوجد إله واحد وواسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح فهنا بولس يبدو أن فيه حاجة مش مفهومة بيقول مرة أنه فيه شفيع واحد اللي هو السيد المسيح ومرة تانية بيقول لا ده الروح الكدس كمان بيشفع فينا فإيه الفرق بين شفاعة السيد المسيح وشفاعة الروح الكدس يعني الروح الكدس بيشفع فينا بأنات لا ينطق بها هنا الحقيقة لما الناس يجي يصلوا خاصة المؤمنين ويجي يصلوا ويكونوا متألمين فما يكونوا عارفين شو بدهم يقولوا متحيرين شو بدهم يقولوا للرب على هذا الألام اللي بتصادفهم فالروح الكدس يكون عندهم أنات نوع من الأنين نوع من الأنين فالروح الكدس يشفع فينا يأخذ هذا الأنين أو هذه الأنات ويوديها للمسيح يترجمها ويوديها للمسيح حتى المسيح يتقبلها ويكون هو الوسيط لنا أما المسيح هو وسيط واحد فهنا يتكلم عن كفارة المسيح كفارة المسيح من حيث الخلاص ليس لنا إلا وسيط واحد إلا المسيح والمسيح قال لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا به أنا والطريق والحق والحياة أنا والباب فالمسيح ربط الشفاعة بنفسه لأنه هو الوسيط الوحيد بين الله والناس يعني شفاعة الروح الكدس أنه بيترجم بيترجم اللي جوانا تماما بيترجمها حتى لو إحنا مش فهمينها يعني يعني حضرتك لمست نقطة مهمة يعني أحيانا الفعل واحد بيقول أنا مش عارف فيها إيه يا رب ومش عارف يقول له ربنا إيه هل هو ده اللي بيكلم عن نبولوس الرسول تمام أنه هو يشفع فينا يشفع فينا الروح الكدس الروح الكدس ينقل عارف اللي بدواخلنا فينقل لله حتى لو إحنا مش عارفين نعبر عن نفسنا أمين أمين حتى لو إحنا مش قادرين مش فهمين الروح الكدس بيترجم المشاعر والأنين اللي جوانا إلى صلاة يستجبها الرب للمجد أمين نشكر ربنا وأحبائي انتظرونا للجزء الثاني عارفنا في الجزء الأولاني مين هو الروح الكدس عارفنا أنه هو الله شخص شخص لكل صفات الشخصية أو الذاتية ليس هو مجرد قوة ليس هو روح المسيح ولكنه هو شخص الله بالتمام هو شخص الله الكامل أحبائي ابقوا معنا وكونوا معنا على تواصل في البريد الإلكتروني اللي يزهر قدامكم دلوقت على الشاشة ونلتقي بعض الفاصل فابقوا معنا أهلا وسهلا بكم أحباء المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم إيماننا الحي قبل الفاصل كنا بنتكلم عن ذاتية الروح الكدس تعلمنا من الكتاب المقدس أن الروح الكدس هو شخص يتكلم يعطي الرسائل للكنائس يصدر التوجيهات للتلاميذ السيد المسيح قال عنه أنه خير للتلاميذ أن يرسل الروح الكدس لأنه سيمقس مع المؤمنين إلى الأبد وعلمنا أيضا أن الروح الكدس هو الله ذاته هو الله ذاته أيضا اتكلمنا أحبائي عن عمل الروح الكدس في خطة الخلاص هنكمل الحوار مع جناب القصة عبد الملاك دويس بنرحب بيك مرة أخرى أهلا وسهلا بيك حضرت الأسيس وعايزين نسأل سؤال يهمنا أي عمل الروح الكدس في حياة الخطاط الروح الكدس أي عمله في حياة الخطاط نحن عارفين أن السيد المسيح ليه المجد فدان على عود الصليب فهل الروح الكدس ليه عمل مع الخطاط نعم تاب المقدس واضح وبيقول الروح الكدس يبكت على خطية وعلى بر وعلى دينونة يبكت على خطية وعلى بر وعلى دينونة فهذا هو عمل الروح الكدس مع الخطاط يبكت عملية التبكيت عملية التبكيت عملية أنه مع الضمير يخلي ضميرهم يرجع يصحى ويشتغل مرة تاني يقول ليش أنا أخطيت على خطية لأنه هذه الخطية كتير ما بيعملوا أخطاء المؤمنين الأخطاء الخطاء دائما خطية بالفكر وخطية بالقول وخطية بالعمل فهو يبكتهم على هذا لعلهم يرجعوا إلى ضميرهم ويرجعوا مرة تاني إلى الرب يعني الشعور اللي بيشعروا الإنسان الخاطئ لما بيغلط وبيكون طبعا ربنا جوا لأنه مش كل الناس بيشعروا بالشعور ده كل الناس كده الشعور ده بيجي من الروح القدس ولا بيجي من المسيح ولا بيجي من الله الأب التبكيت التبكيت من الروح القدس من الروح القدس نعم تماما هو اللي بيزق هو اللي بيحركوا بيقول يوم الخمسين ولما نخسوا في قلوبهم نخسوا في قلوبهم كلمة نخسة دي في عملية قوية يعني نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ورساء للرسل ماذا نعمل مين اللي نخسهم الروح القدس يعني هو اللي خلاهم كده يشعروا بالتأمام تأماما هذا التأمام الشديد ده الروح القدس هذا عمل الروح القدس طبيعي يعمل في قلوب الناس يعمل في قلوب الناس كل الناس ليش مرات الإنسان بيقولك هناك خير في أكثر ناش شرا هذا الخير وهذا تبكيت الروح القدس اللي ممكن يرجع مرة تاني يعني حتى الناس اللي هم أشر الأشرار ممكن أن الروح القدس يشتغل معهم في أمثلة كده في الكتاب المقدس في العهد الجديد مثلا هل في أمثلة الناس كانت خطية جدا والروح الكدس ساعدهم أنهم يتغيروا يعني الرسول بوليس لما كان شاول وكان يضطهد الكنيسة الروح الكدس عمل في قلبه طبعا قابلوا الرب والروح الكدس عمل في قلبه وتاب ورجع مرتان الكنيسة وصار مضطهد بدل ما يكون مضطهد صار مضطهدا مضطهدا من أجل خطاء مرتان فحقيقة عمل الروح الكدس عمل معجزي وأحضم يعني معجزة بيعملها الإنساء لله للإنسان هي تغيير الإنسان تغيير قلبه كيف هل يغير الكوش جلده أو النمر رقطه مستحيل حاشا فالروح الكدس هو اللي بيخلي الناس يغيروا عنفسهم طيب لو خدنا أمثلة زي المرأة السامرية مليئنا تغيير هل كان فيه عمل للروح الكدس في حياة هذه المرأة طبعا هذه المرأة التي كانت بتيجي على البئر في النهار ما بدي أحد يشوفها يعني مكسوفة من أنها خجلانة من حياتها طب مش كانت تيجي بالليل أحسن؟ لو هي خجلانة من الناس؟ لا كانت تيجي بعزة الظهر ما حدا بيجي على البئر بالظهر آه لأن الاستقاء كان بنعرف في الكتاب أنه بيبقى في المغرب تقريبا آه بس كانت تيجي بعزة الظهر طبعا كانت بالمغرب عادة لأنها تيجي بعزة الظهر ما حدا بيجي بعزة الظهر فإجت مرتان وتقابلت مع المسيح فلما تقابلت مع المسيح قالت له ألعلك أنت نبي وآمنت بالمسيح وفورا راحت على أهل قريتها وقبرتهم من الذي جعلها تخبر أهل بيتها؟ ده هي كانت هربانة منهم كانت هربانة منهم ركضت عليهم مرتان هي اللي رايحالهم برقلها دلوقتي هل هي رايحالهم وريحة تخبرهم بدل ما هم يخبروها أخبار سيئة هي تخبرهم أخبار جيدة يعني بقت أسيسة دلوقتي بقت تماما خدت عمل المبشر خدت عمل المبشر وده عمل الروح القدس تمام وهذا عمل الروح القدس ماذا عن اللص المسلوب؟ واللص العصليب الرص العصليب أكيد اللي راح القدس هو الذي نخصه في قلبه وقال اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك وخال لي بالك وقال له يا رب ما قاله يا سيد أو يا معلم قال له يا رب فهذه الشهادة العظيمة بأن المسيح رب هو التي جعلته يؤمن بالخلاص نحن نعرف في إنجيل متى أن هذا اللص ما أمنش كده فجأة لأنه كان في الأول هو واللص الآخر كانوا بيعيروا السيد المسيح بعد كده لقينا فيه تغيير فجائي في إنجيل لوقة وبيقول للسيد المسيح اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك تغيير ده إيه دوروا الروح القدس فيه دوروا نقول أن الروح القدس يبكت على خطيئة وعلى بر وعلى دانون التبكيت الشديد خليه يتغير هو اللي فتح عينه فتح عينه طبعا قال يدرك من هو يسوع كان الأول بيعيره كان بيعيره كرص من الوصول كواحد منهم كواحد منهم مجر منهم وفجأة يتغير فجأة يتغير يا عظيم ده عمل الروح القدس في الخطاء أنه هو بيخليهم وأفتكر برضو زكة ممكن ينطبق عليه الموضوع ده تماما قالوا أن كنت قد وشيتوا بقعدا أرد أربعة أضعاف أرد أربعة أربعة أضعاف إيه ده ده صعب قوي على واحد عشر أنه هو يعمل أو تغيير كيف الله غيره كيف الروح القدس غيره يعني الأمثلة اللي حضرتك جبتها أنا لاحزت فيها حاجة عجيبة قوي أن الناس اللي كانت بتعمل الشر بقت بتعمل عكسه تماما المرأة السامرية كانت بتهرب من الناس الروح القدس غيرها وركضتها بقتها بقت هي اللي بتروح تبشر الناس نعم بولس بيتطهد الكنيسة الروح القدس لما غيره بقى هو متطهد لأكل المسيح وأيضا زكا اللي كان بيسرق بقى دلوقتي هو يعطي أرد أربعة أضعاف ويمنح للفقراء ده عمل عمل خطير 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 جدا طيب ده العمل الروح القدس مع المؤمنين كل الأمثلة اللي حضرتك جبتها كانت من العهد الجديد هل في أمثلة من العهد القديم من عمل الروح القدس أيضا ولا الروح القدس كان بس بيشتغل مع المؤمنين في العهد الجديد آه نعم يعني لو نظرنا لقصة النبي داود ويشوف أن الروح القدس عامل بقوة في قلب هذا الرجل الذي بعدما أخطى قال قلبا نقيا أخلق فيه يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي ارحمني يا الله حسب رحمتك حتى بكثرة رأفتك أمحه معاصية ما كنت فكرنا بقصة داود إيه اللي عمله وإزاي روح القدس اشتغل معه هي قصة النبي داود هو أنه كان فيه أحد مساعدين رأى على الجيش ما هو قرية الحسنة هو قرية الحسنة وبعدين كانت مراته طلعت فوق على تتحمى وكان الملك داود طالع فوق يعني يتفرج فنظر إليها ورأاها فطبعا اشتهاها فأخذها إليه وزنى معها وطبعا عمل جريمة تاني حتى لا يكتشف أمره خل يري الحث حصطوف مقدمة إيش عشان يموت وتبقى القضية انتهت وهو يخذها يخذها يضمها إلى جوارين فهذه كانت خطية فضيعة جدا عملها الملك داود ولما روح القدس عمل في قلبه وبكته سرخ مع أنه كان ملك وما حدش رح يحاسبه يعني هو ميش سرخ خوف من العقاب ما حدا رح يعاقبه لكن سرخ من ضميره لما روح القدس عمل في ضميره قال ارحمني يا الله حسب رحمتك حتى بكثرة رأفتك أم حماظية اغسلني كثيرا من إثني ومن خطية طهري وقال مزمور من أروع المزامير في الكتاب المقدس مزمور 51 مزمور التوبة وهو بركة يعني خطية داود كانت بركة للآخرين يعني شوف الرب حولها لما داود كتب المزمور وصار كل الناس الخطاء يردد المزمور حول العالم كل إنسان خاطئ يريد أن يقبل الله بالتوبة يقرأ هذا المزمور ويردده في صلواته صار بركة للجميع عظيم يبدأ عمل الروح القدس مع الخطاء عمل الروح القدس مع الخطاء سريعا ماذا عن عمل الروح القدس مع المؤمنين عمل الروح القدس مع المؤمنين هو أنه بيساندهم المؤمن بتعرض بيجابه تجارب وبيحتاج المساندة فالروح القدس بيشدد المؤمن يقوّل المؤمن يعضّد المؤمن ثم يأتي بحقيقة المسيح الذي هو الله الذي ظهر في الجسد حقيقة المسيح المنتصر عندما المؤمن يجابه الصعاب يقول له انظر المسيح انتصر على الصليب ويدكرهم بكل شيء يذكرهم بالماضي وبالاختبارات المجيدة اللي ممكن تصدير في حياتهم التي سارت في حياة سابقيهم وهكذا يجهزهم بعطايا الروح القدس بيعطي عطايا البعض المبشرين والبعض المعلمين والبعض عطايا الشفاء عطايا متعددة لكي تقوّل كنيسة جيل اللي احنا بنسميها المواهب الروحية المواهب الروحية المواهب الروحية وكي توحد الكنيسة معا ما يكونش فيها احتياج يعني فيها من كل جهة ممكن أن تكمل الجهة الجهة الأخرى وديها انخصص لها حلقة مخصوصة المواهب الروحية طبعا وماذا عن ثمر الروح ثمر الروح ثمر الروح فهو فرح سلام لطف وداعة محبة طبعا محبة طول أنا كل هذا ثمر الروح فحتى يكون فينا ثمر الروح لما الروح القدس يدخل إلى قلوبنا يكون فينا ثمر الروح أهم الروح القدس ما دخلش إلى قلوبنا يكون فينا ما يسمى ثمر الجسد قتل وخصام وحسد وشهوة كل الأشياء اللي فيها شرور يعني الروح القدس لما يمتلك قلب إنسان بيغير كل حاجة فيه تماما بيخليه إنسان آخر بدون شك نشكر الرب وبنشكر حضرتك على الوقت اللي أنت أعطته لنا بنشكرك وعلى أمل اللقاء في حلقة أخرى عزاء المشاهدين مرة أخرى بنشكر الرب الذي أعطى القصة عبد الملاك دويس هذه الكلمة ونشكركم أيضا لوجودكم معنا ساعدنا بهذا الوقت ونريد أن نتواصل معكم من فضلكم إن كان فيه سؤال إن كان فيه أي استفسار إن كان فيه ملاحظات إحنا نسعدنا جدا إن إحنا نتواصل العنوان البريدي موجود الآن على الشاشة نحب إن إحنا نتواصل معكم نحب نسمع أراءكم نحب إن يكون فيه بينا وبين بعض شركة محبة أخوية على أمل اللقاء مرة أخرى سلام الرب معكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة